أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي في إطار استعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى الأول ابتدائي نشوفو اختبار الثاني أو مراقبة المستمرة الثانية للدورة الثانية مادة النشاط العلمي المستوى الأول ابتدائي إذن نشوفو فروض المرحلة الرابعة لمستوى الأول ابتدائي يعني مراقبة المستمرة الثانية الدورة الثانية مادة النشاط العلمي المستوى الأول ابتدائي بالنسبة الرابط تحميل القوى على شكل PDF في الوصف وكذلك تجميعية فروض المرحلة الرابعة لمستوى الأول ابتدائي إذن قبل ما مدوحة سعيدة لجميع التلميذات والتلامي إذن مدوحة على بركة الله نشوفه الأسئلة والأجوبة سؤال أول عجب بصحيح أو خطأ إذن نقرأ الجملة ونجاوبه صحيحة ولا خطأ إذن للبحث عن الغذاء تستعمل حيوانات الحواس والقوائم القوية إذن باش بحث الحيوانات الغذاء ماذا تستعمل؟ تستعمل حواس ديالة وكتستعمل قوائم قوية إما الأنياب ولا يعني القواطع ولا مثلا منقر بالنسبة للطوير المفترسة إلى آخره إذن هنا جواب صحيح إذن صحيح هنكتبوه هنا جواب صحيح تتغذى الحيوانات العاشبة واللحيمة بالأغذية نفسها بالنسبة ربعنا هنا بين الجواب حول العاشبة كتتغذى على الأعشاب والحيوانات اللحيمة كتتغذى على اللحوم إذن هنا جواب خطأ مشي نفس الغذاء إذن هنا جواب خطأ مشي عندهم نفس الأغذية إذن جواب خطأ مشوص الجملة الثالثة تنتقل الحيوانات سباحة أو مشيا أو جريا أو قفزا أو زحفا هذا بالنسبة للطرق تنقل ديالحيوانات كين بحل أسماك يعني تنتقل سباحة تسبح كين تنتقل مشيا مثلا بحل فيل الأخير كين تقتقل جريا بحل فهدي الأخير قفزا بحل مثلا الأنا بحل زحفا بحل مثلا إذن هذه الأفعاء إلى آخره إذن هنا الحيوانات تكون واحدة طرق تنقل ديالها إذن هنا يا صحيح عمشيوا الجملة الموالية لا تقع الأسام على الأرض عند تركيها تسقط يعني مثلا لحت واحد كورة في الأرض وعلى سبقاتها بتتمك ما توقع شيء في الأرض هنا جادي بيت الأرض يعني أي حاجة لحتها ركض جبال الأرض وكثقت التحيت إذن هنا يا نقلك مشي تقع لا تقع إذن هنا يا الجواب خطأ عندنا يمكن لجسمين أن يكون ساكينا أو متحرك إن كانت جسم ساكلة يتحرك وكانت جسم متحرك إذن هنا يا صحيح عمشوا جملة موالية يعتبروا ضرب الحيوانات سلوكا حسنا لا يعني أصلا هنا يا أضربت حيوانات فإنك تسيء إلى الحيوان وفيها إذن بلا من دخله يعني هذا سلوك سيء ليس سلوك حسنا بلا من دخله في تواصل إذن هذا سلوك يعني سيء ونكتب إنه سلوك حسن إذن هنا يا جواب خطأ إذن تبعدوا قوة الدفع الأسام عن بعدها يعني ما كنتدفع شي حاجة يعني كنتدفع واحد الحاجة ركتبعد على بعدياته إذن هنا يا جواب صحيح مشوا الجملة الموالية يستعمل السقر أسنانه لتمزيق فريسته إذن هنا يا سقر عنده المنقار وباش كيستد الفريست دياله كيستدى بالمنقار دياله إذن هنا يا جواب خطأ إذن ما عندوش أسنان عنده منقار إذن هنا باش كيف تارس الفريست دياله وباش كيستد قدع لها بالمنقار دياله إذن هنا يا خطأ سلينا سؤال أول مشوا سؤال التالي سؤال التالي يقول أصنف الحيوانات التالية في الجدول عندنا حيوانات عشبة تتغدع لأغذية عشبة الأعشاب وكأن حيوانات لحمة تتغدع لأغذية لحوم إذن هنا يا عنا نشوفو الأسد البقرة الفير والنسب إذن بالنسبة البقرة كيما كتعرفوه حيوان عشب يتغدع لأعشاب إذن فهو حيوان عشب إذن هناك إذن البقرة بالنسبة الفير بالنسبة الفير كذلك هو حيوان عشب يتغدع لأعشاب الأسد الأنسد مفترس ويتغدع لها مثل غزالة إلى آخره إذن فهو حيوان لحم بالنسبة للنصر كذلك ينقض على فريسته ويتغدع لباتتديات إلى آخره إذن فهو حيوان لحم إذن نكتب أسد حيوانات من الحيوانات اللحمة إذن فهو حيوان لحم البقرة حيوان عشب نكتبوها فاد الخانة للحيوان عشب الفير حيوان كذلك عشب وبالنسبة للنصر فهو حيوان مفترس حيوان لحم إذن عندنا حيوانة عشب بقرة فيل وحيوانة لحمة أسد نصر إذن عم شو السؤال الثالث سؤال الثالث يقول أحيط الحيوانات الأليفة الحيوانات الأليفة اللي ممكن ربيوها في المنزل هذه كتسمة حيوانات الأليفة وبالنسبة مثلا الحيوانات الأليفة يعني مثلا تخضرت يعني تربيها وما تقديش الإنسان إذن بالنسبة عندنا الأفعال بقرة الكلب الحيوان والحمامة تعلم ندوب الحيوانات اللي ممكن ش تربيها الأفعى هي أصل مفترسة وكتقادي الإنسان وممكن يعني كتفرز السموم وكتقادي الإنسان ما يمكنش ربيها إذا الأفعى لا البقارة كما كنتشو مثلا في فرمات إلى آخره راكي ربيه الأبقار بقارة حيوان أليف الكلب كذلك راكي ربيه الكلاب مثلا فهو حيوان أليف الحمار ما يمكنش مثلا الحمار يعني حيوان غير أليف إذا بالنسبة عنشوفوا الحيوانات الأليفة اللي ممكن ربيهم يعني اما اديوش إنسان يعني الحمار الحمامة تعلب تعلب كذلك ما يمكنش ربيه إذا الأفعى كذلك البقارة كذلك إذا بالنسبة البقارة فهي حيوان أليف ممكن ربيها يعني أنا عمل هنا يا دائرة الكلب كذلك حيوان أليف اذا بالنسبة الكلب يعني نان بقارة حيوان اليف كلب كذلك حيوان اليف ممكن ربيه الحمامة كذلك كذلك حيوان اليف الحمارة بالنسبة كذلك راح هيوان اليف ولكن ما عان اطرش عليه لانه يعني بلا من دخلوه مثلا في التفاصيل ديال انه مش ممكن ربيه فى الدار ولا الى اخره اذا الحيوانات الاليفية اللي ممكن ربيهم إذن البقرة الكلب كذلك الحمارة هو حيوان أليف إذن ولكن بلا من دخلوا أن أطروا هذ الكلمات فقط إذن لي مشي حيوانات أليفة ومؤكدة إذن هو التعلب أو الأفعة نهدو حيوانات غير أليفة إذن فهوما حيوانات متوحشة لما يمكنش يتسمعوا حيوانات أليفة إذن هنا يوم معا أطرش الحمار لأنه في إشكالية إذن البقرة والكلب والحمامة لأنه كي يربي الحمار السطح إلى آخره يعني هما حيوانات أليفة كذلك البقرة والكلب كذلك الحمارة حيوان أليف يعني كيتاخدو الإنسان باش كي يدعي الاتقال إلى آخره فكذلك هو حيوان أليف عندنا عمشيو بالنسبة للسؤال الرابع وصنف بين الحيوان وطريقته في الحصول على الغذاء إذن كي حيوانات باش كي حصلوا على الغذاء ديالهم كي تربصوا بالفريسة يعني كي تسنها منذها كي نقدع لها كي يوضع لها واحد الفخ يعني باش كتدخلاتك الفخ عادة كي يفتارسها كين اللي كيخنق الفريسة دياله وكذلك كين اللي كي يطاد الفريسة دياله يعني باش كيستاذها إذن عمشيو بالنسبة العنكبوت شنو كيعمل كيصنع فخ الفريسة دياله إذن نعملو هنأ سهم بالنسبة الفهد كي تربص بالفريسة سكيشوف عدا كي نقدع لها إذن نعملو هنأ سهم هنا بالنسبة لبؤة فهي تطارد الفريسة دياله وبالنسبة لهنا يخنق الفريسة دياله إذن هنا بالنسبة للتعبال إذن هناك يخنق الفريسة دياله إذن هنا يسلينا السؤال الرابع ومشو السؤال الخامس سؤال الخامس أشطب على السلوكات المضرة بالحيوانات إذن بالنسبة للسلوكات المضرة بالحيوانات مثلا هذا الصورة الأولى هنا كيسقي بالماء فهذا سلوك حسن هذا مثلا يعني يطعم هالطيور فهو سلوك حسن هذا بجو سلوكات حسنة هذا كيضرب الكب هذا سلوك خاطئ إذا نعنشي طبع ليه معي بلشيكم هنا يا نعمل هنا علامة هذا عشي طبع ليه هذا سلوك حسن هذا سلوك حسن سلوك الرابع يعني فيسادو حد هذا ما عندهمش حق إنهم يسادوها يعني أدوها إلى آخره هذا هنا يا سلوك سيء إذن بهذا نكون سلينة صحيح دي المسيحان نتمنى نكون فتكم بالتصحيح وشكرا وإلى اللقاء